في حاجتين كبار جداً بيضد العينة الضوء القلم والدم اللي بيقول أي ما قداش شعر في بيتها مشكلة في الوعاء الدموي ولا مشكلة في الصفائح ولا مشكلة في شلال التجلب عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح الأستاذ الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة المعلم المثالي ستة مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة الطبيب المثالي ستة مرات على مستوى نقابة الأطباء تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كليل طب جامعة القاهرة رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلا له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني رأى الطب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة استاذنا العزيز وقيمة الأمر الكبيرة وفخر العرف الأمراض الباطنية أهلا بيك أهلا بيك هذا يوم عيد ويوم عيد في الدكتور كمان موضوع نفسه الشك ليه حضرتك اخترت الشك اللي عاد والله موضوع لازم أن أصل فيه ناس بكتير قوي مش فاهمة يعني واحد عنده شك وضغطه ما تفهمش إدي فلو أطلقنا عليها شوية نور كده هتبقى كويسة بالنسبة للجمهور وبالنسبة للدكات رح نقول بعض النقاط هتنفحها جدا 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 سواء في مذكرتك زي ما أنت بتقول أو في الممارسة يعني هو شفه عين إمتى يقول ده شكت إمتى يقول عنده شكت يعني مش كل عين ده اختواطي لا مش شكت فده مهم موضوع مهم أول حاجة إدي في النشاء التعريف ما هو الصلة؟ فيه تعريفين تعريف صح وتعريف غلط فنبدأ بتنقبل غلط يقول لك الشوك واحد ضغطه واطي الضغط الواطي أحد ما ظهر شك لكن مش هو التعريف ممكن واحد يبقى ضغطه مية على ستين وتسعين وماشي على رجلية وزي الفول هي الشوكت تمام؟ الشوك هو كمية الدم اللي رايحة الأنسجة قليلة بس بقيت شوكت تقول لي طبقنا عرف منين؟ اختار نسيج له علامة خارجية اختار نسيج له علامة غير الضغط الواطي بقى حلاص هو ضغط الواطي ده احنا كلنا متفقين عليه انا هختار نسيج الكلا يبقى اول مظاهر شوك النبول وقل لان الكلا مش هتشتغل ثم المخ تبتدي يبقى مش واعي وهكذا فالشوك يعني نقص ارتواء الأنسجة لكن المظهر الاول فيه هو الضغط الواطي طبعا هنقول ليه ضغط الواطي دي هنتكلم عليه بالتفصيل ولكن هو الأنسجة مش هاخد دم وطبعا من الأنسجة الواطحة جدا نسيج الكلا الكلا مش هيجيلها دم البول هيقل خلاص بقى العين ده عنده صدمة من نوع معين يعني هو يتقال عليها الصدمة الصدمة هي على فكرة ترجمة لازم نشولها نلقلها كلمة تانية لانه ممكن ترجع الكلمة العربية للصدمة صدمة نفسية يعني صدمة صدمة يقول لك صدم في مثلا في عربية صدمتها الأنواع يبقى لازم نلقلها كلمة عربي تناسبها الأنواع عندنا أربع أنواع عندنا أربع أنواع للصدمة أنت كقلب ومش قادر تشتغل خلاص المضخة وقفت الترمبة بطلت يبقى دي حنسميها صدمة قلبية كارديوجينيك شوق قلب جال وجلطة لقدر الله فالعضلة حتة منها بازت طبعا مش كل واحد جال وجلطة عنده شوق الناس مش عايزها تفهم غلط لكن لما تكون المسألة كبيرة شوية بيقول العين شوق لأن القلب كمطرنبة بطل فالضغط بيقى بتيدي الأنساجة ما ترتويش يبتدي يبقى العين ده عنده صدمة أو شوق يعني دي اسمها كارديوجينيك شوق دي مرة واحد مرة اثنين لا قدر الله حدسة عربية أو جراحة وبيشتغل وفقت دمه احنا عندنا خمسة لتر لو فقطت اثنين لتر ضغطي هيوقع دي هايبوفوليميك شوق اللي هي نقص دم نقص كمية حوادث السيارات بعد الجراحات ايا نزيف جهاز هادمي واحد عنده دولي مريء ممكن يجي شوق ليه لأنه نزف كمية كبيرة جدا دي سهلة يبقى دي هايبوفوليميا يعني نقص الحجم نقص حجم الدم كده نمرأ ثلاثة قفلت عن دمه انا ليه سكة ماشي فيها جيت هنا وروح تقافلي السكة بتاعتي الدم بييجي من الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السوفلي الى الأزين الأيمن الى البطين الأيمن الى الشريان الرئوي قفلت الشريان الرئوي يبقى الدم مش هروح نعيد الشمال السكة الطبيعية بتاعته زي جلطة الرئة يبقى شوق اسمها وبستركت في شوق يعني شوق نتيجة قفلها زي لو حطيت مية حوالين القلب بكان بضغط عالي اه انا جبت قلبي بيعمل كتا حطيته جوا بلونة وعليت الضغط في المية بلونة مش هيضر يعمل كتا مش هيقطه فالدم مش هيخش في القلب وبالتالي مش هيطلع وبالتالي اللي عني يبقى شوقت مستسأل حوالين القلب او بمعنى أصاح البركارد اليفيوجي بريكارد اليفيوجي بس وصل لمرحالة اه وصل لمرحالة كاردك ثمبونات يبقى احنا قلنا ثلاث انواع مهمين جدا نمر واحد كارديجانيك عضلة قلب بازت نمر اثنين نقص دم حدسة نمر ثلاثة قفلت السكة زي جلطة رئة او ما يحلن القلب بضغط عالي نمر اربعة دي نقول فيها سبحان الله واللي ما يقولش سبحان الله سبحان الله يبقى عايزي تضرب في ناس كتير من تقول عايزينا تضرب اعتقد لما يسمعني نحاول لك حاجة ايما كنت بشرح الحدة دي كان عندي واحد دكتور متياز ملحد لا اله الا الله كان طبعا صعبان علينا كل هذا اللي هو ينكر وجود الله لا اله الا والله العظيم والله العظيم انا بشرح الحدة دي قالت سبحان الله لوحده 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 قالت سبحان الله تلو انطق تعجبت انه قال كده لان فيعلا الحدة اللي جاة دي لنوع الرابع بالشرح تعانيت ريسي كويس انا قاعد معي دلوقتي بك فتكلم قلني توزعت الدم عندي خمسة لتر متوزعين ازاي حتقوليا الأمعاء رايح لها خمسة رشن مية انت ما بتاكلش وللجلد الدنيا ساقعة شوية التكيف حدوكو حلو جدا رايح تلاتة المية والمخي لاني بفكر هيزيد الدم شوية والقلب وهكذا انا سبتك دلوقتي وطلع تجري جري قول لي توزيعة الدم تقول لي تتغير العضلات هتاخد الجزء الأكبر لأنك بتجري والرئة هتاخد جزء كبير لأنك بتجري وعايز أكسوجين وهكذا طب نمت توزيعة هتتغير توزيعة الدم بتغير كل دقيقة كل دقيقة حسب هذه التوزيعة محدش هيقدر عملها غير ربنا سبحانه وتعالى مفيش لدوة ولا دكتور ولا عفريت قدر يلعب في التوزيعة دي وإذا بازت التوزيعة العاني بقى شاقط لأيه الدم ماينفعش كل يروح حتة واحدة ماينفعش أوسع شرعين في حتة واحدة يوم يبول الدم فيها والعاني يضيع ماينفعش أقفل كله فهي توازن بين حتة مقفولة وحتة مفتوحة عشان كده اسمها الديستريبيوتف شاك الديستريبيوتف شاك اللي هي شاك التوزيعة التوزيعة غلط بتحصل في أكثر من مرض زي اللي ياخد حقنة بنسلين وعنده حساسيله بتبوز الدنيا توسع حتة مفروض تقفل وتقفل حتة مفروض توسع زي مرض مهم جدا هنفرد له حلقة هباتورين السنجروم اللي هو الفشل الكابدي الكلوي كل مشكلته ديستريبيوتف شاك تخير كل المشكلة توزيع دم خاطئ بيروح مثلا في منطقة البطن عند الأمعاء ويتدفق ويتدفق وعندك كله ومايروحش فيعمل كوارث ده يبقى عندين أربع أنواع كارديوجينيك قلبية هايبوفوليمك نقص بكمية وبستركشن أفلت زي جاء أو ديستريبيوتف اللي هي التوزيعة غلط هنبدأ بالأول هنا كارديوجينيك أحسن مثل الكارديوجينيك شوك أحسن مثل جلطة القلب انسداد الشريران التاجي انسداد الشريران التاجي له أكثر من صورة فمثلا ممكن يحصل والعين ما يعرفش خالص طب ونعرف إحنا إزاي داخل العمليات نعمل زايدة وسنه 60 سنة قلنا نعمل له رسم قلب عشان نبقى ناس محترمين نعمل رسم قلب نلاقي جلطة قديم يعمل حاج جالك واجع في سيدرك لا أي حاجة طب ممكن تبقى سايلنت كتير جتير جدا وممكن يجي لك المريض بعدك بينهج وابتدى يحصل هبوط في العضلة لأن جاله انسداد الشريران تاجي ولم يدري فدي أحد الصور مش كل واحد حيبقى شجد نمرة 2 المشهور جدا جدا اللي هي مثلا أكتر من 60 في المامر العالات الألم ألم الصدر دي بتشير إلى انسداد الشريران تاجي هي بتبقى ألم شبيهة جدا بالذبح الصدري جدا وتخلف عن السبحة عن السبحة الصدرية في نقطة بسيطة جدا جدا الزبحة الصدرية بيبقى الألم في نص الصدر مش تحت السدر الشمال زي ما الناس فهم في النص جاز يمين متطوح شمال أو متطوح يمين جاز أو في منطقة البطن هنا بيبقى نوعه كأنه واحد قاعد على صدر حجر أو سكينة عشان كاسمه ذبحة صدرية أو حموضة يحس إنه حرقان فده طبعا مضلل جدا يعني كثيرا من المرضى ما تتحكش شوريان تاجي يعملين منظار منظار لأن الألم هنا تمام؟ وحمودة يبقى مكان الألم ضللني ونوع الألم ضللني لما يبقى هنا بقى سهل ولما يبقى حجر على سيء بقى سهل إنما ساعات يبقى ساعات المريضة فانم يتغلل لدكتور يعني يقول له يقول له لا على حرفة فس الألم نجلي بعد أكلت كبدة وهو ألم هو ألم جل هو دكتور يقدر يطلعه بسرعة جدا يقول له هل الألم ده له علاقة بالمشي فيجيبه يقول له أه لما مشي نفس الألم بيجي والحرقان يجي لحمودة أنا شفت عدد كبير جدا من الحالات متشخص عن المشكلة في المعدة وهو مش كده خالص الألم بيقعد دقايق ده بكلم عن الذبحة الصدرية مش عارة نفس داد دقايق 3 دقايق 4 دقايق 5 دقايق حتى لو 20 ديئة اللي هي تلت ساعة فهاي 20 ديئة يعني بيسمع في كتف الشمال عادة عادة يسمع كتف الشمال وال70 دول واللي يجيبه المجهود وليس الانفعال الأفلام العرب كتير منها بوزوا فكر الناس يطلع بره بيت يا مجرم ويمسك صدره نادر إنما اللي يجيبه المجهود يطلع سلم يمشي طيب الأكل ساعات لكن الأكتر من الأكل الحاجة الساعة لو شارب إزازة حاجة ساعة الألم يجي له ألم الذبحة الصدرية والناس تطمنوا تقولوا أصلها ساعة ويعمل التقلص في المريء وده غلط فده اللي يجيبه وبعدين اللي يضيعه بقى يا إما أرسلحت اللسان وحنوقف عندها يا إما يرتاح كثيرا تبقى أنت في عربيتك وقف في الإشارة تلاقي الراجل ماشي في الشارع وبيمد وفجأة وقف حط إيدنا سدره وبعد شوية راح مكمل آه مع الإشارة بتطول ساعة بتاعه ثربة ساعة ده يكمل آه ده زبح صدرية آه اللي هو أوقفوا الألم دقايق ورح مكمل تاني كان عندي وكيل نيابة يعني أنا أجمل حالة شفتها في حياتي يقول لي أنا إيه بمشي دوم الساعة تديق علي الساعة دي تديق علي أو مقف أفك الساعة وحطها في جيدي وكمل ماشي آه تقول لأ ما فيش حاجة اسمها كده في الطب ما خد نهياش دي طلع الألم بدل ما بيجي هنا بيجي في الرست وهذا ورد آه فبيقف هو بيتهيق له لما يفك هو وقف خلاص بدل ما وقف الألم بيروح آه آه القرسل تحت لسان له قصع نتكلم عليها لأنه ممكن كده يضل للدكتور يضلله فيه ألم كتير جدا يحطه تحت لسانه ويروح الألم زي الحالة النفسية آه واللي عنده كاردك نيروزس لما بتديهه لقرسع تلسانه بيروح آه فمش عايزين دي كقارينة إنه غري آه طب نيجي من سيداد شرين تاجي اللي ما عملش شق اللي هو آلم قلنا زي الزبحة بالضبط ما عدم آه الآلم جاه من غير ماشي المرة دي جاه وهو قاعد ايهو مرتاح آه الآلم طول آه الآلم شديد جدا نكلمك واحد في التليفون يا آيمن أنا أبراهيم آه أنت أبراهيم مين يا عم الحج أنا اللي بتعالجني من الزبحة الصدرية أخبارك إيه يا عم إبراهيم والله الآلم يا دكتور جاه لي وأنا قاعد مرتاح يا دكتور آيمن الآلم شديد قوي يا دكتور آيمن الآلم طول مش متعود عليه تروح سأله السؤالين عرقتي يا عم إبراهيم طرشتي يا عم إبراهيم حبعت لك الإسعاف يا عم إبراهيم لات من الإسعاف لدي الخمس حاجات آه القيء والعرق ظاهرة مش حلوة إطلاقا في آلام الصدر وده بسرعة على المستشفى بسرعة شديدة جدا لأن دخوله المستشفى كل دقيقة بتفرق لو خد الدواء اللي بيدوه بالجلطة بدري اللي مشكلة امتهت لو دخل أسطرة بدري المشكلة امتهت إنما لو فضلنا بقى نفكر لا ما تخافش لا ما تقلقش طب حاجيلك البيت لا ما تجيش البيت آه العين بيزعل أقول له ازعل يقول لي طب ما أنا تعالي عشان تقول لي روح المستشفى أقول له لا أنا بقولك من دلوقتي الوقت ده خسارة فهو يروح على المستشفى إنما ده أحد المظاهر للانسداد الشرنان تاجي وهو الألم المظهر التاني خلى الضربات القلب واحد قاعد في أمر الله يتفرج على التليزيون مع أولاده وفجأة يلاقي قلبه ما الله أخبط سواء رفرفة أزينية زبزبة أزينية أو السرعة تصارع شديد جدا أي حاجة من دول قد تكون جت بصورة أخرى وهي صورة اختلال ضربات القلب الصورة برضو المشهورة جدا جدا فجأة هبوط في القلب قول لي أنا قلب أقولك القلب ياليمين يالشمال إذا كانت الجلطة في العضرة اللي في الشمال حيجيله بصورة نهجان وكحة ورغاوي طلع اللي هو هبوط بها يسر جهة يمنى قصة ثانية خلص أوردت الرقابة منتفقة الكبد في أصوات معينة على السلاسي السلاسي فحسب يا طرق جلطة جات شمال ولا يمين بتعمل هبوط هبوط في الجهة اليسرى بتعمل احتقان شديد في الرقابة اللي احنا نسميها مية في الرقابة يعني العين بيطلع أرغاوي أرغاوي أكيد بالمريد إذا كان يمين كويس اليمين يلخبطني مع جلطة الرقابة مع البلمر يومبوليزم الرايت انفارشن مع البلمر يومبوليزم ونادر الرقابة الرايت انفارشن نادر؟ لا مش نادر لا مش نادر كتب كانت تقول إنه هو أقل أيا يمينة أقولك جلطة عن شمال لا لا خالص مش نادر خالص خالص فده حسب أني شريان اللي تقفى اليمين ولا شمال فهي دي أحد الصور أو لا قدر الله يكون موت فجائي الموت الفجائي أحد أسبابه انسداد شريان بتادي احنا تعرف ان احنا بنبحث دلوقتي كيف نمنع عن موت الفجائي فبنجيب الناس دول قبل ما يشتكوا أي واحد مثلا من أسرة سيئة السمعة في القلب الأب عامل قلب مفتوح والأم حتى دعمات والأخ جاله كذا ده يمسكوا ولازم يشوف نفسه كويس جدا أو بقى يجيله شوق الشوق اللي هي هتبقى كارديوجينيك شوق اللي هي من أخطر أنواع شوق اللي هي العضلة مش قدر تطلع الدم لأن فيه جزء عطل فالباقي مش قادر جزء مات مش عايزين نقول مات لأن جزء الحق هو زي الضفضاء الضفضاء في الشتاء تقول عليها ميت وهي صحي فهي بتبقى جزء قاعد مرتاح كده لكن هنحركه لو فتسلكناه ده في الشرياء دول اللي بنفرح بيهم جدا جدا يا أيمن لما يجوا بدري خشوا القسطرة يسلكوا وبيقوا زي الفل أو ياخد الدول الدول اللي هو بيفك الجلطات بس المهم بسرعة السرعة دي ساعات ألاقي إحنا في المحور وقفلين وعربة إسعاف نفسها تعدي وكل الناس ولا هنا كل واحد بيفكر أنه يمشي وراه ده ده الإنسان الوحش أوي أسوأ الناس اللي بيفكر أول حاجة والله تعلمناها أما سافرت بره أول حاجة تعلمناها إزاي تفضي الطريق للعربة إسعاف تخيل دي محاضرة تخيل دي محاضرة كيف تخلي طريق العربة إسعاف عشان تعلم الناس يعني إنت لما تيجي تروح إنت جاي هنا وجاي مين واقف واللي بعديك يعمل بتشيب الشمال دورة دورة هتلاقي الشمال الفضي أو الحتة اللي متعلمة بأصفر على اليمين محنش يمش بيها فبيقى صعبانها جدا عليا جدا العين ده لو وصل بدري هيقعد في وصل ولاده إنما التأخير ده خطير جدا يا حبازة بقى لو نعالج المريض بتاع جلطة القلب في عربية الإسعاف طبعا ده المحترفين بقى قوي يدوبل الجلطة في عربية الإسعاف تبقى هيلة اتشخص صح عمل المعامل كلها عمل رسم القلب وخد العلاج ده القلب في حاجة تانية في القلب احنا كده خلصنا اه كتير اه بس دول أمثل اه دول أشهر الأمثل اه ده كارديوجينيك ده كارديوجينيك حيبو فوليمك بقى ده سهل جدا جدا بس نلحقه برضو بدري لماذا لو واحد فقط جزء كبير من دمه حيبتدي الجسم يعمل تغيرات حتى لو يدي الدم مش هتصلح حتى لو يدي الدم مش هتصلح فلازم يتعالج بدري جدا ست بتولد نزيف شديد بسرعة جدا لازم عندها تصل الى اللي انت عايزه عايز تشيل الراحم شيله بس انقص حياتها لان لو سبتها فترة ضغطها هواتي كتير قوي حيبقى في مشكلة بعد كده هي مش هتقدر عليها ولا اي دكتور في الدنيا هيقدر عليها فدي برضو الهايبو فوليميا مهمة جدا حوادث السيارات لازم يرجع لمستشفى بسرعة جدا عشان يتعلق له دم ونصلح له ضغطه تصليح الضغط ده بيبقى 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 اكثر من طريقة يعني مثلا هقول مثل جيد جدا في القلب كارديوجينيك شوق لما القلب بيهبط كده فيه ادوى يتعلق ضغط لكن فيه منوفر يعني حاجة بنعملها جميلة جدا هو قلب ضعيف بيعمل كده يقوم يدوبك يطلع القلب بفوقية طبعا منازوق اللي فوقية ده لبقيت الجسم هحط له بلونة في الأورطة اول ما الدم يطلع تتنفخ لما تتنفخ هتروح زق الدم على كل جسم انتر اورطي بلون دي رائعة رائعة يا ما انقذت حياة ناس لما يجيلك شوق شوف الأدوى ما نفعيش نركب بلونة على طول بلونة في الأورطة كأنها قلب مساعد قلب بتساعد اه كأنها قلب مساعد فدي كويسة جدا 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 فحالة التنين اللي هي واحدة ست ولدت وكده تصرف بسرعة جدا وعا تتأخر بسرعة طبعا الدم هو الأساس تعويد الدم من فصلته طبعا ونخلي بالنا من ما سيحدث بعد ذلك النوع الثالث الابستركشن ده الانسدادي انسدادي اه اللي هو زي جلطة الرئة الدم طالع من اليمين لا السكة مزدودة ما رحش الشمال ضغطي واقع لان ما فيش دم في الشمال او قليل فده طبعا بنتديله أدوية بسرعة جدا تدوب جلطة الرئة جلطة الرئة عايزة قاعدة يا ايمن جلطة الرئة ده موضوع كبير عايزة قاعدة كاملة مهم جدا 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 ومنتشر ده منتشر جدا ده منتشر جدا بس هو للأساس ومن الحالات اللي ما بتشخصش عشان كده العلم حطله قاعدة حلوة جدا العلم العلماء حطله قاعدة رائعة انا يعني بافضل اكررها حتى وانا بتكلم عن المرارة اه انا مخلي بالكم انا مخلي بالكم عشان يفضل الواد بتاع كل الطب تخرج في زهن انت تعالج بالاشتباه بالاشتباه براه ده انت حفظتها بالاشتباه اول ما تشك عالك ما تستناش جلتتش بالرقية دي تساوي بساتين حياة بساتين بالطول اه فدي بالاشتباه طيب بتيجي في مين في ناس محدودين اللي رائعة رجلي ما بتحركش فده خطير جدا بيحصل جلطات في الرجل والأكتر من الرجل الحوض الحوض أكتر من الرجل مليون مرة وتتحرك تروح الرئة تقفل الدنيا وتعمل مشكلة كبيرة عشان كده كثيرا من الناس اللي نويين يعودوا ومعندهمش أي موانع لمسيلات الدم بنعمل كده أقولك الرجل اللي حيرقوا يتسير اديله بقى هبارين من الأول أي مشتق منه يعني عشان أنا خير علي طب في موانع الهبارين خلص خلص هو نصيبه كده لأنسى واحد خلنا كان زمان يعني عشرة خمسش سنة خط خبطتين في دماغه فبقى شاكت وشاكت قعدنا نشتغل فيه شغل شهر والله كل ما تحايل على جراح المخ والأعصاب اللي عمله العمله وتخبط هنا خبطتين معروف جدا عندنا في الأصل عيني الراجل ده فأبوس إيه ده الراجل أنا خايف عليه من جلطة رأي يقول لي ايه هتضوص شغل مات بجلطة رأي اه احنا كنا متوقعين إنه عمل عمليات والله شغل بجبار اه ومات بجلطة رأي لأنه أول ما فتده يتحرك طلع الحمام وقع أميرة ديانا معتت ب بريكارد 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 آه الشوريانر اللي رأوي فتح تفاج مالحقوش آه طبعا نزيف جبار وكتر ودخلت في شوك يعني برضو كانت بتكلم المسعفين والضغط بينخفض آه على فكرة العين في الأول الشوك بيبقى واعي جدا يعني كتير يقول لك أنا يا دكتور أنا بدوخ يا دكتور جدا جدا وده نعمة من عند ربنا انه حاس زي بالضبط نسي في جهس الهضمي بعين بيبقى قلق جدا حاسس ان حاجة بتحصل وهذه نعمة من ربنا انه هو بيفقد دم فكل ما الدم مقل حجمه وكل ما بقى كده لحد ما يبقى شاقط دي النوع اللي هو هايبوفوليم النوع بقى الثالث بتاع سبحان الله دي السيربيوت آه ايه بقى المسأل بتاعه الجيد جدا جدا هايباتورينيسوندروم اللي هو الفشل الكبدي الكلوي آه كنت مرة في محاضرة فأقول هايباتورينيسوندروم أول كلمة أقول إزرير ديزيز مرض نادر فعلا لقيت واحدة قيمت كده قالت نعمة نشوف اليوم في الاسبوع عشرين واحد قلت لأ دي لازم تتعلم بقى لازم قلت لأ هناك فرق بين فشل كبدي زائد كالوي الاتنين جمع لكل يوم لكل يوم ده زائد ده زائد ليه كثير من الناس عندها تليف كبت وكيف حصل فشل كبت آه وعنده تهف كده عنده سكر بوض جالك بالاتنين آه إنما الفشل الكبدي الكلوي لأ هايباتورينيسوندروم موضوع تاني خالص ده الاتنين بوض في وقت واحد بعامل هنتكلم عليه اللي هو بوض الدور الدموي آه ده فساد في الدور الدموي وليس فساد في الكبد ولا في الكلة ده فساد في الدور الدموي انتهى هذا الفساد بأن الكلة أفلت شرعينها خالص منع على البول نعم وخلي بالك في التعريف لطلبات الطب الهيباتورينيسوندروم في آخر التعريف ده وزاوت بريفيا سرينا لزيز رافوا آه ده لو فيه شوية دم في البول آه ما بقاش هباتورينيسوندروم آه الكلة سليمة تماما بس افلت بالمواد اللي طلعت خلت الاوعاد ده ما هي تقفل اللي احنا قلنا الديستربيوشن باز تمام طب الادلة لو الراجل اللي قدر الله مات وخدت كلوة وزرعتها الواحد يعيش كواس جدا جدا احلى كلوة بنخدها من الناس دول لو طبعا موافع يعني اه نمرة اتنين لو زرعته وكبد يرجع فولك تعود الكلة مية مية مش لحتاج زرعتها فكلوة سليمة مية في المية ولكنها قفلت الشرعين جدا طبعا احنا نكلم على الاوقات الاولى فمنعت قللت البول وغيرت في الصوديوم والبوتاسيوم وكلام وعملت الفشل الكابدي الذي يؤدي الى فشل كلام في حاجة انيا السابسيز اللي عنده ميكروب في الدم بيبقى نفسي نوع الشق اللي هو ديستربيوتف شق فدخلت ميكروب في الدم تعويرة وتقيحت جراحة وبقى كانت قط العمليات مش نظيفة فبتحصل السابسيز ده او التلوس بيحصل معا شق خطير جدا 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 نوعه ايه ديستربيوتف طيب افرد خدت عين الدم ايمن عين الدم من واحد لقيت فيها بكتيريا هو مش متعور فبنبقى احد البريأسations فيها الضغط. أحد الحماة. الحماة. أه. السور اللي بيحميها الضغط. فإذا الضغط توقع لأي سبب البكتيريا يتعدي من الأمعاء للدم. يبقى أنت مبتدي كاردوجينيك شوك. أنت مبتدي صدمة قلبية من جلطة في الأراءة. ويموت بالسيبتك شوك. دي ترانس لوكيشن اللي هي البكتيريا نقلت من الأمعاء إلى الدم. فدي طبعا. ده ممكن يعني يخليه. يعني بعد قصة حضرتك. واحد جاله جلطة في القلب. درجة حرارته بترتفع شوية يقولك بيروجينيك راكشن طلعت جزء من القلب مات بروتين. 48 ساعة. وعلي التاني لقى بقى. بسيبسيس. بلاش كده يقولك أي عين شرط حط أنبوبة وحطه الأنتيباطك. من غير ما يسخي. أيوة. عقم الأمعاء عشان الحركة دي. عشان ما اطلاش باحتلاء بتاعتها لدم. بالصبتة قديمة وضوح حديث جدا وجميل جدا جدا. وبينقذ الناس كتير جدا من الوقتي. إحنا الترانسلوكيشن ده العين. ترانسلوكيشن لو انتقال البكتيريا من داخل أمعاء إلى طيار الدم. إلى طيار الدم. اللي بيحمل أمعاء أو بيحمل قصة دي ضغط العاية. ضغط العاية. ضغط كويس. لما يقعد ضغط خلاص البارية الراحة. زي كده ما كانت حصلت أيام لما وقعت القبضة الأمنية خلاص البارية الراحة. كل واحد. الناس اخترقت. حصلت. ما تفكرنيش. أنا بفكر الناس بالحتة دي. طلبة الطب بيفتكروا بالحكاية. ما تنساش البارية لما يوقع. الصور السجن لما يوقع. لأ أو انت تيجي تتترق على دكتور. تتترق عليه. تقول له ده عنده جلطة. تدينه مضوطات حيوية ليه. لأ أنا فهم بعمل ليه. ده مش جلطة قلب ده شقد. ده ضغط وطي. لازم ياخد مضوطات حيوية. ويا حبزة لو لا تمتص. يعني الشغل في الأمعاء وبس. تنزل وتكمل على البراز. وموتتلي البكتيريا اللي في الأمعاء. طعا. ده إحنا إحنا النهاردة بناخد معلومات إيه. يعني. سوضاء لطيف. آه جميل. لا 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 لا. كميت معلومات ما شاء الله النهاردة عظيم. أنا النهاردة الحكة الأخيرة دي أنا ما أعرف. أنا أول مرس معها. ترانسولوكيشن. هي حديثة بس شغلين بها دلوقتي. آه ده عظيمة جدا. ننتقل بقى الشوك تاني. إحنا عندنا. إحنا للربعة. قلنا الكارديوجينيك شوك. آه. وقلنا الهايبوفوليميك شوك. والديستريبيوتف شوك. والأمستركتف شوك. آه. اللي هم واحد جلطة قلب. والتاني فقط دم. والتالت التوزيع أبازت. والرابع أفلت زي جلطة الرأة. عظيم. هنعمل ايه للمريد ده هو ده؟ هنعمل ايدي مصيبة. اوه ده مصيبة هنعمل ايدي والله. أولا مهم قوي تعرف السبب. آه. يعني مهم جدا جدا. لما يبقى كارديوجينيك بيبقى سهل يا أيمن. ان احنا نعرف. ألم سيدرو. رسم القلب. انزيمات القلب. ترابونين. كل ده بسرعة جدا جدا. أسطرة. بسرعة جدا بتحل المشكلة. اللي جاي برضو نازف. سهل. يعني جاي من حادثة عربية وشوكت خلاص. انما اللي بيدوخنا اللي نزيل جاز هضم. واحنا مش شايفين. ده واحد جاي شوكت وبس. عرقان. بيل. عملنا هيموجلوبين. طالع أربعة جرام. تمام؟ الطبيعي فوق اثناشر. أربعة جرام. انت فين؟ بذلك من الحاجات اللي مهمة جدا جدا لأي طبيب أو أي إنسان يتأكد إن جاز الهضمي ما بينزفش. وساعات يبقى شريان فاتح. مش شرط دوالي مريء. قرحة معدة وفتحة شريان سبيرتر. يعني بينزف بعنف. يعني في ساعة تلاقيه نزف له لتر أو لتر ونص. فده مهم جدا 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 جدا. عندنا علامات مثل براز الأسود. الميلينا. علامة حلوة جدا جدا جدا. نزيف جاهز هضل؟ أو منزار. بسرعة جدا. كان عندنا واحد جاي في حادثة عربية. وشجد وما بنزفش. يعني إحنا بنفليه ساعة ميك. فبرضو من الحاجات اللي اوعى تفوت عليك أن يسونك النزيف جوه بطنه. أيها تحلم فرع. ده فيه أستاذ مشهور في طب الأطفال حصل له حادثة تحلم فرع. وهو اللي قال لهم أنا في عين شبس في طب الأطفال. لو عندنا في القصر عيني أمراض بطنه. في القصر عيني أمراض بطنه. حادثة عربية. فمي سافر ضمياط. ودخل في الشجرة. قال لهم أنا بنزف. لا حدش. صدقه. انت حلوهو. طلع عنده ربش رسبلين وتوفعت. لا الأستاذ بالأطفال ده التحق. ده تلحق. ده لازم يتفتح بسرعة. اهفل يا جدع شيلة بتحال يا جدع. إنما ده هايبوفوليو كل دول هايبوفوليو. فمعرفتش سبب الشق مهم جدا. مزرعة دم بسرعة جدا. أينها مزرعة دم بتاخد وقت. بس ابتديها. نشوف هل هو هايباتورين أو لا. على فكرة هايباتورين التشخيصه صعب جدا 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 جدا. جدا. لأنه هو أساسا موضوع بدأ. احنا هناخد الواحد وحلقة كده. فشل الكابدي الذي يؤدي إلى فشل كالوي. عشان نبقى إيه ضخخين يعني. نسبة الوفاة فيها عالية جدا. وهو نوعين. طيب 1 وطيب 2 فلازم يدرس بتفصيل. لا ده أنا محتاجين ده أنا متشوق. أصلا ده متشوق. وأتلاقي كل طلبة الطب والدكاترة كله ما يتشوقوا للهباتورينالسندرو. إزاي نعالج الشكل؟ طبعا الهدف الأساسي إن أنا أرفع الضغط تاني. رفع الضغط فيه أدوية كتير جدا. لها عيوبها لأنها عشان ترفع الضغط بتقفل أوعية داموية فجايز تزود المشكلة. المشكلة أيما بعد شوية ما بقتش لها ضغط واطي ولا بكتيريا في الدم ولا جلطة قلب. الضغط الواطي ده طلع مواد في الجسم هي دي سبب الوفاة سايتوكاينز. عدد كبير جدا المواد توسع الأوعية وتقفل حتت وتفتحها وتشغل على مزاجها. لو العلم وصل لحاجة في حاجة اسمها أنتيبياتيك مضادة حيوة. لو طلع أنتي سايتوكاينز انتهت الشكل. وأتوقع أن العالم كله شغل فيها دلوقتي اللي هي ضد السايتوكاينز. لأنها مواد العينة جدا بتعمل. طيب تقولي ربنا بيعملها ديه. وربنا كان الهدف كويس جدا أن يصلح الدورة دومية في بعض الحتت بس بتبوس. بتبوس بعد شوية أو بتقفل عن حتت تانية خطيرة جدا. فلو طلع الأنتي سايتوكاينز دول حيبقى انقلاب في عالم الشق إن هو ضد الحاجة دي. طبعا لازم ندي مضادات حيوية باعتبار أنه سيبساز. شوف العدد كرات الدم البيضة. إذا لقيته عالي يرجح أن يكون بكتيري. وطبعا ننبع الناس اللي عايز يعمل عملية يعمل في نظافة. يعني المستشفات اللي مفتوحة هبل دي. ممنوعة خالص خالص. وإحنا في الفترة دي في برانش النساء والتوليد كتير من ضيوفنا بنتكلم على المشيمة ومشاكلها والنزيف لأنه في تهور في الولادات. طبعا طبعا طبعا. إحنا عاملين مؤتمر جميل جدا اسمه كونتروفيرسيز المادسة. المضادات يعني مثلا. الخلافات. المفتوح ولا حطي دعمات. ليزك ولا ألبس نظارة. الخلافات جبنها في طب كل من ضمنها. ست بتقولك عايز أولد سيزاريان من مذاك. قيصري. أسمع كلامها. دي بقى جايبين اتنين أسات زي اتنسة كبار جدا. واحد يدافع عن هذه الفكرة. واحد ضد هذه الفكرة. يعني هل من حق الست؟ طوله قلدني سيزاريان. ما ينفعش. دي نقطة مهمة قوي. مفيش اندكيشن. ما عندهاش مشكلة وتقدر تولد طبيعي. لا مش عايز أتقلم. وعايز أخلص. ده دلوقتي عدد كبير جدا من السيدات كثرة. شرف كبير إلى هذه الزيارة أستاذنا سيد دكتور حسين موافي. كان منيرا كعادته في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور.